ليلةٌ ساخنة عاشتها كاركوك على وقع تعرضين منفصلين لمسلحي داعش استهدفا قريتين تقعان إلى الشمال الغربي من المدينة هجومٌ أول تركز في قرية الهيابان التابعة لناحية سرقران والمحاذية لسلسلة جبال قراشوغ المنطقة التي تعتبر الحد الفاصلة بين قوات البيشمرقة والقوات الاتحادية أكثر من ستين عائلةً نزحت باتجاه مركز كاركوك جراء العمليات الإرهابية المتكررة على تلك المنطقة المعزولة لتصبح اليوم غير مأهولة بالسكان من السابعة ليلاً إلى الواحدة بعد منتصف الليل بقيت القرية تحت سيطرة المسلحين حتى دخلت البيشمرقة في اشتباكات عنيفة وتمكنت من إحكام قبضتها على القرية مجدداً على ضوء ما شهدته كاركوك في الأمس من تعرضين لقطعات البيشمرقة المتواجدة في قرية الهيبان وفي قرى سالم هناك ضرورة يجب أن تقتضيها الحكومة العراقية ووزارة البيشمرقة في حكومة تقليم كردستان الآن وهي ضرورة التنسيق المشترك فيما بينهما من أجل تأمين كامل المناطق التي تعرف بالرخوة قرية الهيبان بالأمس شهدت نزوحاً عكسياً نظراً لكثرة التعرضات التي تشدوا هذه المنطقة ونظراً لكونها منطقة غير مؤمنة بالشكل المرضي من قبل القطاعات الاتحادية أو قطاعات البيشمرقة لذا من الواجب على القطاعات بمجملها أن تمنح كامل الأولوية لساكنية المناطق من أجل القضاء على حالة النزوح العكسي هجوم آخر تركز في المنطقة الشرقية لناحية ألتون كوبري استهدف قطاعات البيشمرقة المتمركز قرب قرية قرى سالم راح ضحيته أربعة شهداء من البيشمرقة بضمنهم ضابط برتبة نقيب واستشهاد حارس مدني في إحدى حقول الدواج قرقات موجودة وليست وليدة اليوم ولكن بهذا الترتيب أنا اعتبرها ليست سهلة ويحتاج إلى تنسيق والتنسيق اليوم هي جوهر القيادة والسيطرة واحنا الحظ الأوفر موجود عندنا ننتظرها ما بين قيادة العمليات المقر المتقدم واللوائين البيشمرقة اللي سيكونون بأمرة وزارة الدفاع شوف عسى ولعل تكون هذه التنسيق الأخير والحظ الأوفر والأخير من أجل سد الثغرات والممرات اللي تسهل أو تسهل بتهريب وكذلك عبور الإرهابيين على الصفحتين الكردية وعلى مدينة كاركوغ اللي تعتبر هي رمزية المناطق المتنازعة وعلى الرغم من تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجيش والبيشمرقة إلا أن عملية التبادل الاستخباري لم تصل إلى المستوى المطلوب لتبقى مناطق الشمال الغربي من المدينة في وضع أمني حرج بانتظار ما ستسفر عنه نتائج اجتماعات الطرفين في تلك المناطق لقناة الفلوج عبدالله العامري كاركوغ ترجمة نانسي قنقر